السلام عليكم متابعين الكرام ماذا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل اقرأ ولكن قبل مشاهدة الفيديو أدعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديو هذا الوحي معناه أن يعلم الله تعالى من اصطفاه من عباده كل ما أراد اطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم لكن وبطريقة سرية خفية غير معتادة للبشر ويكون على أنواع شتى فمنهما يكون مكالمة بين العبد وربه كما كلم الله موسى تكليما ومنهما يكون إلهاما يقذفه الله في قلب مصطفى على وجه من العلم الضروري لا يستطيع له دفعا ولا يجد فيه شكا ومنهما يكون مناما صادقا يجيء في تحققه ووقوعه كما يجيء فلق الصبح في تبلجه وسطوعه ومنهما يكون بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام وهو من أشهر أنواع الوحي وأكثرها وكان أول ما قال جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم هي اقرأ ولكن ماذا رأى الرسول حينها في يوم الاثنين من رمضان في العام الأربعين من مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي وظهر له جبريل عليه السلام فكان ذلك بداية مرحلة البعثة مدوية في حياته صلى الله عليه وسلم وكان ذلك إذانا ببدء الاتصال بين السماء والأرض بين الملأ الأعلى وبين البشرية ومختلف في ذلك الرجل الكامل الذي لم يوجد في البشرية أحد أكمل منه ولا أطهر ولا أحسن فصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا ظهر له رئيس الملائكة وسفير الله إلى رسله وأنبيائه وأمينه على وحيه جبريل عليه السلام ظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أكمل حالاته وأفضلها يتعبد في غار حراء فظهر له جبريل عليه السلام وكان قد مهد لذلك من قبل كما بينا سابقا بعلامات وإرهاصات ومقدمات تهيئة لهذا الأمر العظيم كان منها أنه صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يفاجأ الوحي بستة أشهر أو أكثر في غار حراء بدأ له الوحي بالرؤية الصادقة فكان يرى الرؤية الصادقة فتقع كفرق الصبح وكان مما رأى في منامه جبريل عليه السلام رأاه في منامه يقدم له كتابا قد كتبت فيه الآيات من أول صورة العلق فقال له جبريل في المنام اقرأ ثم ها هو جبريل يأتيه في اليقظة وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء فيقول له اقرأ فرأى صلى الله عليه وسلم جبريل باسط أجنحته عندما كان عائدا إلى البيت وهناك من يقول أنه عند الرجوع إلى صورة النجم يتبين لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام على هيئته الحقيقية مرتين وهما المرة الأولى قال تعالى وهو بالأفق الأعلى وكان ذلك أول نزول الوحي عندما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم مسرعا إلى بيته من هول ما رأى في غار حراء أثناء تلقي القرآن أول مرة وفي طريق عودته وفي منطقة اسمها البطحاء نظر الرسول إلى السماء فرأى جبريل باسط أجنحته ومغلق بها الأفق المرة الثانية كانت في السماء أثناء رحلة المعراج قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى فأما الحديث فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه فبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجثثت منه رعبا فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر الآية أخرجه البخاري في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله تقصد رؤيته لجبريل فقال إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق الله عليها غير هاتين المرتين رأيته منبطحا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض صحيح مسلم وأما الآية الكريمة ولقد رآه نزلة أخرى فكان جبريل عليه السلام حاضرا عندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى في رحلته عليه السلام إلى السماوات العلا إن أعجبكم الفيديو اشتركوا في القناة دعا لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة أعرف دينك ترجمة نانسي قنقر